تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الأبرقية تهنئة من سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رفع فيها إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أسمائيات التهاني والتبريكات بمناسبة فوز فريق مكلارن بالمركز الأول والثاني في سباق جائزة المجر الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا والسيارات